إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين كان حديثنا حول موضوع العقيدة الإسلامية والمجتمع الإنساني في هذا الموضوع تناولنا بحث الإمامة باعتبار أنها الصلة بين الأرض والسماء بين الجانب العقائدي والجانب الاجتماعي في حياة الإنسان وعرفنا الإمامة وبعد ذلك تناولنا ضرورة الإمامة في الرسالات الإلهية ولا سيما في الرسالة الإسلامية وفي هذا المجال مجال توضيح ضرورة الإمامة في الرسالة الإسلامية انتهينا في الحديث إلى بيان أن السبب في خاتمية الرسالة الإسلامية دون غيرها من الرسالات يرجع إلى عاملين رئيسيين الأول وأن الرسالة الإسلامية وصلت إلى مرحلة التكامل الرسالي بخلاف الرسالات السابقة وشرحنا هذا الموضوع في الأحاديث السابقة والعامل الثاني هو أن الإنسان في مرحلة الرسالة الإسلامية الخاتمة وصل إلى مرحلة التكامل الإنساني ونقصد من التكامل الإنساني ليس التكامل الإنساني في سلوكه الاجتماعي وإنما نقصد من التكامل الإنساني وصول الإنسان إلى مرحلة التكامل في الفهم ومعرفة الحقائق الكونية ومن أجل توضيح هذه الفكرة قلنا نأخذ مثالين رئيسيين من واقع الأمة الإسلامية مقارنا بواقع الأمة الموسوية الأمة التي كانت تعيش في زمن موسى عليه السلام وهي أمة بني إسرائيل وفي جانب العبادة والفهم للحياة ومثال آخر نأخذه من واقع هاتين الأمتين أي الأمة الإسلامية والأمة الموسوية من واقع الحركة الاجتماعية لهاتين الأمتين فيما يتعلق بالمثال الأول ذكرناه في حدنا السابق وقلنا أنه إذا أردنا أن نقارن في مجال العبادة نلاحظ أن بني إسرائيل بالرغم انتمائهم إلى الأنبياء وآشوا في أحضان الأنبياء وهم ورثة الأنبياء وبالرغم من أنهم عاشوا مع موسى مدة طويلة من الزمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وبالرغم من الانتصار العظيم الذي حققه موسى عليه السلام لبني إسرائيل في إنقاذهم من فرعون وجور فرعون وضن فرعون وسيطرة فرعون بل استعباد فرعون لهم بالرغم من كل ذلك نلاحظ أنه بمجرد عبورهم للبحر كما يشير القرآن الكريم وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم هنا يطلبون من موسى عليه السلام أن يتخذ لهم آلهة كما لهؤلاء آلهة يعني فهمهم للتوحيد الذي جاء به موسى لم يكن يمنعهم من هذا الطلب في أن يتخذ آلهة لهم كما أنهم نلاحظ أن بني إسرائيل أيضا بعد ذلك عندما غاب عنهم موسى من أجل أن يتلقى الصحف الإلهية هنا نجد أن بني إسرائيل يتخذون من حليهم عجلا جسدا له خوار ويعبدون هذا العجل من دون الله سبحانه وتعالى ولا يرون أن هذا ينافي عبادة الله سبحانه وتعالى هذا الفهم للعبادة يعبر عن مستوى من التكامل في حالة البني إسرائيل وهو مستوى متدني لا يرون فيه شائبة خلاف التوحيد أو ما ينافي التوحيد أن يتخذوا مثل هذه الأصنام وكأنهم يتقربون بها إلى الله زلفا هذا الأمر مقارنا مع حالة الأمة الإسلامية التي كانت هي أمة بالأصل تعبد الأصنام ومرتبطة بالأصنام وأمة وثنية لم تكن أمة الرسالات الإلهية كبني إسرائيل لكن مع ذلك عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى التوحيد وأوضح لهم قضية التوحيد أدركوا التوحيد بدرجة عالية من الفهم بحيث أنه عندما طرح عليهم الحكم الشرعي في الحاج في السعي بين الصفا والمروة حدث عندهم شك في أن هذا قد يكون خلاف التوحيد أن يسعوا بين الصفا والمروة بين جبلين بين حجرين فكانت هناك عندهم شبهة حتى نزل القرآن الكريم في معالج هذه الشبهة في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعير لا فمن حج البيتا واعتمر فلا جناع عليها أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إذن فالمستوى العبادة عندهم أصبح متكاملا في التوحيد إلى درجة بحيث أن مثل هذا الأمر أيضا كان يثير عندهم الشبهة نفس الشيء أيضا حدث بالنسبة إلى موضوع الحجر الأسود عندما طلب من المسلمين أن يقبلوا الحجر الأسود بعد الطواف أيضا بعضهم حدث عنده هذا النوع من الشبهة حتى رأوا رسول الله صلى الله عليه وعليه يقوم بنفسه في مثل هذا العمل فزالت عنهم شبهة الوثنية إذن فهم التوحيد وصل إلى درجة عالية جدا عند المسلمين بحيث كانوا يتحسسون من أي أمر يشوبه شيء من الوثنية ومن عبادة الأصناع هذا على مستوى العبادة أما على مستوى الحركة الاجتماعية والقرار الاجتماعي أيضا عندما نقارن بين موقفين رئيسيين لبني إسرائيل وللمسلمين نجد حالة التكامل الإنساني في الأمة الإسلامية مقارنة بالتكامل الذي كان بالنسبة للأمة الموسوية بنوا إسرائيل على ما يذكر القرآن الكريم عندما قام موسى بعملية الإنقاذ لهم ثم بعد ذلك موسى عليه السلام ذهب وجاء بالصحف التي نزلت عليه من الله سبحانه وتعالى وأبلغهم هذه الصحف التي كانت تمثل شريعة الموسوية المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالى هنا موسى عليه السلام دعاهم إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة ويا قوم يدخلوا الأرض المقدسة دعاهم إلى أن يقوموا بحركة جهادية باتجاه فلسطين والأرض المباركة المقدسة وإنقاذها من يد الحكام الذين كانوا يسيطرون على منطقة فلسطين والذين كانوا يسمون في ذلك الوقت بالعمالقة هنا بني إسرائيل ماذا كان موقفهم على المستوى القرار الاجتماعي هنا يترددون في ذلك قالوا يا موسى أن فيها قوما جبارين كما يعبر القرآن الكريم عنهم وبعد ذلك عندما يتحدث موسى معهم في أن يدخلوا الأرض ويتوكلوا على الله وأن الله سوف يكون معهم يرفضون ذلك ويقول له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون هذه صورة يذكرها القرآن الكريم عن بني إسرائيل لاحظوا هذه الصورة عندما ندقق فيها نرى أن بني إسرائيل بعد كل هذه المرحلة الطويلة من الانتصارات التي حققها موسى عليه السلام بعد كل هذه المرحلة الطويلة من العمل الثقافي والرسالي الذي قابه موسى عليه السلام من خلال المواعدة مع الله سبحانه وتعالى من خلال اختياره لهم وذهابهم إلى الله سبحانه وتعالى في قضية المناجات من خلال الصحف التي نزلت على موسى وأبلغها لهم بعد كل هذه المسيرة في نهاية المسيرة نجد أن بني إسرائيل يرفضون أن يقوموا بهذا العمل الاجتماعي المهم الذي كان فيه خيرهم وكان فيه تحقيق استقلالهم ووجودهم وشخصيتهم الأمر الذي أدى إلى أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيهم عقوبة التيه فيتيه في الأرض أربعين سنة كما يذكر القرآن الكريم ذلك في سورة المائدة هذه الصورة لنقارنها بسورة الأمة الإسلامية المؤمنة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية عمله مع المسلمين في المدينة المنورة عندما جاء هؤلاء المسلمون في المدينة المنورة واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يمضي على رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة إلا سنة ونيف من الوقت حتى دعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى العملية مواجهة قريش في معركة بدر المعروفة تاريخيا هنا عندما تواجه الجيشان جيش رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان تعداده 300 ونيف من الأفراد ولم يكن يملك للعدة ولا المدد ولا العمق الجغرافي وفي مقابله جيش المشركين الذي كان فيه العدة والعدد والعمق الجغرافي تقابل الجيشان أرد رسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين أنه ماذا يصنعون هنا نجد أن المسلمين يقفون موقفا واحدا ويتكلمون بحديث طويل لا أريد أن أقضي الوقت في بيانه ولكن حديثهم كانوا يجمع على هذه القضية مثل بعضهم قال يا رسول الله أننا معك لو استعرفت بنا هذا البحر لأخذناه معك وبعضهم قال كلمة أيضا صغيرة أننا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إننا معك مقاتلون لاحظوا عندما نقارن بين هذه الموقفين مع أن موقف بني إسرائيل كما قلت بعد تحقيق الانتصارات بعد طول المدة من البلاغ والبيان وموقف المسلمين في أول عملية يخوضونها يعني قبل أن يحق النبي أي انتصار لهم في المعارك وعرض الرسالة عليهم كانت أيضا مدة محدودة لكن مع ذلك التكامل الإنساني في إرادة هذه الجماعة عندما تحولت إلى جماعة مؤمنة رأسا التكامل الإنساني في الجماعة المؤمنة يتحول إلى جماعة مضحية جماعة مستعدة لتحمل أعباء الرسالة لحمل هذه الراية ووجدنا أن المسلمين يقفون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذاك الموقف ويحقق ذاك الانتصار العظيم من خلال هذا الموقف ويكون فتح بدر ومعركة بدر بداية الفتوحات التي حققت للمسلمين بعد ذلك السيطرة على كل الجزيرة العربية هذه المقارنة في الواقع ولها نظائر كثيرة وإنما أنا أذكرها في ضمن بعض الأمثنة تجعلنا نصل إلى هذه الرؤية وأن الإنسان في تكامله الاجتماعي والتاريخي يتحول من مرحلة إلى مرحلة وعندما وصل إلى مرحلة الرسالة الإسلامية أصبح المجتمع الإنساني مجتمعا متكاملا بهذا المعنى من التكامل يعني متكاملا في رؤيته وفي إدراكه يعني في قدرته على إدراك الحقائق في الكون والحياة بصورة دقيقة كما هو الحال في قضية التوحيد وأيضا كذلك أصبح إنسانا متكاملا في إرادته بمعنى أن إرادته يمكن أن تصبح إرادة متطابقة بمستوى عالي من التطابق بينها وبين إرادة الله سبحانه وتعالى والشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والأحكام الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان هذا التكامل الإنساني قضية مهمة جدا في تفسير حركة الرسالات الإلهية وتطور هذه الرسالة الإلهية وفهم معنى أن تكون الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر في الواقع يمكن عندئذ أن يفسر ما ذكرناه من أن النبوة المحمدية النبوة الإسلامية كانت هي النبوة الخاتمة وأن الرسالة كانت الرسالة الخاتمة باعتبار أن هذه الخاتمية تنبع من أمرين رئيسيا أحدهما التكامل الرسالي في الرسالة نفسها والآخر التكامل الإنساني في حركة الإنسان لكن أبقى أقول بأن التكامل لا أقصد منه أن الإنسان في سلوكه في عمله أصبح متكاملا بل هناك الكثير من النواقص والعيوب في هذا السلوك حاولت الرسالة الإسلامية أن تعالجها كما سوف أوضح ذلك إن شاء الله في الأحاديث الآتية وأكتفي بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور تكاملا لهذا الدور تكاملا لهذا الدور